أهلاً عزيزي المشاهد ما هي قيمة نفسك أنت مخلوق على صورة الله الأصل أنت النفس بتاعك من الله ذاته شيء ثالث أنه أنت إلى قيمة عظيمة جداً 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 لو أدركت أن هذه القيمة أكيد رح تهتم بنفسك ورح تهتم بأبديتك عارف أنت مش بس مخلوق على صورة الله ومش بس أنت الأصل تبعك هو من الله نفسك خالدة تعرف أنه مثل ما قرأت في سفر الجامعة لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاه لاحظ الكلام كما كان لأنه من تراب الأرض يعني هو أصلاً جبل الإنسان من تراب الأرض بيرجع إلى التراب لكن الروح لأنه الله نفخ أعطاها فالروح بترجع إلى الله فأنت عندما تولد لن تموت اللي بموت هو الجسد نعم بوقف النفس أمام الناس الجثة خلاص هذا قشرة اللي بتخبئ النفس في الداخل والنفس أبدية لا تموت فعندك حل من اتنين يا بتواجه الله يا بتواجه طبعاً الدينوني جهنم النار في كل الحال رح تواجه الله اللي هو رح يحكم عليك سواء أنت في السماء أو في الأرض إيمانك في المسيح خلاص أنت بالحاضر نلت الحياة الأبدية في لحظة بتغمد عينك أنت في حضن الآب أنت موجود في السماء لكن في لحظة بتغمد عينك أنت مأخدتش المسيح أنت هالك أنت موجود في جهنم النار ترجمة نانسي قنقر